أهلاً برج السرطان في قراءة دائمين راح تكون البرج الشاسوي والقمر والطالع وأيضاً تقوى للعكس يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان ممكن تشوف أنه بعض الإشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً خذ من الفيديو دائماً الإشياء اللي ممكن تستفيد إمتى منها وترك الباقي ممكن يكون فيه الفيديو رسالة أو إشي معين ممكن إمتى تستفيد منه فخذ هاد وترك الإشياء الأخرى راح نبلش بطاقتك أول هذا راح نشوف طاقت الشريك خطواتكم في المستقبل وشو راح يكون مصير العلاقة بينكم طيب راح نبلش بكوت النصيحة أول لبرج السرطان بدك أنت حالياً عم تنور بموقف أو وضع بدك تكون صبور أكتر مع الموقف أو بدك تكون صبور أكتر مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أولاً برج السرطان أنت بتخبي المشاعر كل اللي بتحسه كتير كان ذكرت النصيحة بتحكي لك أنه خليك أوثنتيك خليك مثل ما أنت حاول أنه تظهر مشاعرك الحقيقية لها الشخص لأنه ممكن الشخص اللي عم تتعامل ما هو يكون مش سريع لنقطة الإشارات منك أو بفهم التنميحات اللي بتعطيله في عندك بدك تحاول تكون منصف أكتر مع الوضع لأنه في عندك رقم ستة عادة ويكون بيحكي على التوازن بالتاروت ف بالنسبة لك كنت نصيحة بتحكي لك أنه الأفضل أنه تخلي الوضع في شوي توازن حاول تفهم منظور الشخص الآخر للعلاقة وفكرة الشخص الآخر للعلاقة ومش كتير بس تركز على إنت شو بتحس ومشاعرك بشو أنت إن جرحت بدون ما يكون في عندك مفهوم إلى نظرة الشخص الآخر يعني حاول تحط حالك فيه مطرح الشخص الآخر طيب عم شوفك أيدا رافض فكرة الحب حاليا ومش عم تسح لشخص فيه عنده عروض حب أو بده يقدم لك عروض حب مش عم تسمح له الشخص بالاقتراب والسبب إنه أنت تبحث على إشي جدي ما عم شوفك عم تبحث على إشي عابر لأنه أنت بتطمح إلى رابطة تكون طوية أشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي إنت فيه لأنه فوق تحكي عن ريجيكشن أو ضفض لإشي معين فممكن تحس إنه إنت مرفوض من الناحية العاطفية أو تحس الطرف اللي إنت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماما من الناحية العاطفية ممكن قد تكون عم تتعامل مع برج هوائي برج ماي أو برج الميزان برج الجوزاء أيضا عندك غير هيك ممكن يكون أي برج تانية لكن الطاقة طاقة الحبيب أو طاقة الشي شوية متهورة الشخص اللي هم تتعامل ماهو شخص متسرع شخص أيضا إذا كان برج مهاري شخص اللي هم تتعامل منه نشوفه متسرع كتير بالحكي ما بيفك قبل ما بيحكي وإذا كان تتعامل مع برج هائي الشخص غير قادر أيضا على أنه يحقق التوازن بغض تنقدر عمل فكرة اللي بيأطيها لإلك أو 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 أنت كيف بتشوف هالشخص من بره إلى أن الشخص أنت بتحس أنه مش متقلب المزاج ولكن مختلف الآراء يعني يمكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشيء مثل هيك وهم آخر يمكن يكون منطبي على حاله أكتر فأنت عم تشوف أنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص ولأ ممكن يكون هو عم يحاول أنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول أنه يكون متوازن ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس أنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر تغطيها أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل أم شكرك أن تحاول في عندك كتير ستات وفي عندك جرست سكايل بلاويز في عندك كتير كروت بترمز إلى أنه أنت عم تبحث عن التوازن أو أنت أو الطرف الآخر محدود بمطرح أن في عندك لازم تختار بين شيئين وعم شوف أنت وطاقتكم أنت يشترك حاليا الأمور بينكم أو متوقفة أو ما في حكي ما في حركة بالعلاقة ما في أو طاقة عم تتحرك أنت خطوة تكبر المستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر أو حتى سنل أو حتى غير بدك تفوت بعلاقة إلى البعض منكم لأنه أنت عم تبحث عن أم تبحث عن الشفاء أم تبحث أنك تباوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت في أم تبحث أيضا عن علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء ولكن أم شوفك بالمستقبل طاقتك كثير مختلفة عن بداية القراءة عن طاقتك الحالية حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوية محبط عاطفيا ولكن في المستقبل في عندك أو عندك قفاء أكتر أو نظرتك تكون إيجابية أكتر حتى ممكن تنير بمرحلة مثل التنوير في حياتك وبالفترة القادمة رح تنير بمرحلة من التنوير أم شوفك أيضاً تحاول تأخذ الأمور ببساطة بالمستقبل رح تحاول تكون دبلوماسي أكتر أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكتر أنا أم شوفك يعني أم تترك هاتيجي مثل نتيجي بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل حبيبك في عنده شغل كتير أو شخص اللي عم تتعلمه في عنده شغل كتير أو شغل روحاني على حاله يعني هالشخص متناقض جداً بنفسه بنجوع متناقض عم يمر بكونفلكت أو عم يمر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاتهاك لأنه يعني حاول يجمع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار طرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حالياً هو يعني مش مش نيته إنه يكون متقلب المزاج ولكن هو من جو بيحتاج إلى شغل بيحتاج إلى الجلسة معذبات ممكن من نحكي حتى يفهم هو وضع شو هو شو بيريد ولحتى يعرف يحل الصراع الداخل اللي هو عم يمر فيه مشال ما يعكس هالشي على العلاقة ولكن عم شوفكم أنتو في المستقبل يعني عم شوف أنت الشخص اللي مشارك أكبر بالعلاقة من هو هو شخص ممكن يكون بالغالبية بنجوه هوائي لأنه شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكتر مما برج السرطان بيحب ممكن أنت بدك مما رد تفعل من الناحية العاطفية عم شوف أغلب كنتك عاطفية وأغلب كنته منتل أو عقلية فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني 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 حل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك أنت أنت قراراتك اللي بتأخذها بتكون بنية على العواطف على أنت شو بتحس من جوه ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بها الطريقة أمشوف أيضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون فيه هدوء بينكم مش رح يكون فيه حاكي كتير فيه الطاقة بينكم مستامل ولكن أمشوف ما هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف نعلومات عنك أكتر منك إذا شوفك أنت مركز على روح نياتك أكتر على حالك أكتر على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على أنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك بما نسحب كوت طوضيحيا نشوف هالشخص شو هو الإشي اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصين ممكن يكون علاقتك إنت معه وطبيعة شغله أو إش مثل هيك بس بد منوضح شو هو الشي اللي هو من جو داخليهم عم يمر بصراع من أجله طيب فهالشخص حاليا لفترة أود يدخل بفترة هدمة أو عم يبحث على نوع من الخلق أو الغزل حتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص الشخص هيدا متناقض بجوه حالا أو الشي اللي هو يعني من دايقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه بعتقد هذا الشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعهل معه برج هوائي لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل ما بتنفهم هي تنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول أنه يفسرها إنه ليش أنا عم حس هيك ليش عم حس إنه هالشخص هو شريك حياتي هالشخص هو سورميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر منه هو خارجي هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش اكسترين أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جو مشاعر فياضة ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بما نشوف بالمستقبل هل رح يصير فيه بينكم تواصل لأن بين الوضع والغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما نشوف فيه مش حالات أو فيه مشاكل صارت بينكم ولكن فيه انقطاع بالتواصل طبعنا نشوف هل رح يصير فيه تواصل بينكم آه إنتوا لكم بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة أو الاستمرارية العلاقة بارتباط بالعلاقة عمشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد آه زمين الأمور بالعلاقة ما بعرف مين رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زمين الأمور بالعلاقة وعمشوف فيه مجهود رح نحط كتير عالي برغم إنه هالكارت بيرمز أحينا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بتذكيها ولكن المجهود اللي رح ينحط يعني يعني الوضع هو بالمستقبل بيحكي إنه بيتطلب منكم صبر كتير عالي إذا إنتوا لتنعن أن تطنحوا إلى تحقيق أسع أو إلى تحقيق أساسات صالحة بحق العلاقة أو إشي مستدين إلى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن أمشوف إنه بالمستقبل المدرة بينكم متمركزة أكتر على الصورة الأكبر بالعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الأكبر بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير ونشوف إنه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين وإنه هالطاقة مش ترك بينكم من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير ولكن مثل أي علاقة يعني إنك تبدأ علاقة شي وإنك تخلي العلاقة دون شي آخر فأي علاقة أنت بتتمح وإنك تخليها إلى المدى الوعيد أو إلى إنك تكون مستقبل مع هالشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود أو الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كما الطرفين هون مستعد لإنه يحط مجهود في العلاقة طيب بتوقع هذا كل شي نقشنا ما فيه أي شي مش واضح إنه لأنه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينك وانه الشخص مش واضحون إنه فيه أو تواصل حرفيا بينكم ولكن نشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض نشوف إنه أنت عم تشتغل على حالك وهو أيضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة لأنه أنت عم تحاول تصلح من حالك يعني إشياء هو عم يحاول يصلح من حاله إشياء أنت أنت عم تحاول تتشاف وتطور حالك وهو عم يحاول إنه يفهم مشاعره أكتر أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره إنه شخص كتوم جدا الشخص اللي يعم تتعامل معه فعنشوف إنه سواء حكيته مع بعض أو ما حكيته مع بعض المجهود موجودهم وإنه في عندكم مفهول للصورة الأكبر اللي بدكم تحقوها مع بعض بس هو حتى إذا ما صار فيه تواصل فيه عندكم إيه تفوانز هالكات يحكي على تواصل سريع فهي الشخص ممكن الشيء المتناقض بأنه أيضا هو إنه بده يحكي معك ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه يحكي معك هو متناقض وبده يعترف لك حتى بأنه يحبك أو في مشاعر تجاهك ولكن صعب على أنه يعبر فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى إنه يوجد نوع من الشجاعة جوته واللي هي مدينة إنه رح توجد لأن طاقة كتير دامنا طاقة كتير مهامة فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني وقفة معينة أو موقف معينة رح يأخذ مني الوضع بإنه هو اللي يتقدم ويحكي معك بالذات لو لو إنت إماءات برج السرطان وهو رجول يعني حباي برج السرطان أنا بتمنى القراءة تكون فعادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لايك وكومنت شار وسبسكرب إن شاء رح شوفكم في فيديو القادم شكرا وإلقاء